مساء الخير اهلا بيكو احمد باهر معاكم من شركة دوكز ايجيبت اتمنى حضراتكم تكونوا بكل صحة وبخير طبعا الشهر الكريم على الابواب فكل سنة وحضراتكم طيبين شركة دوكز ايجيبت دايما بتحاول انها تحاول انها تدي حلول لعملاءها او بتحاول انها تدي نوع من انواع التسهيلات يمكن هواية تربية الحيوانات الاليفة وخصوصا تربية الكلاب هي من الهوايات الراقية جدا ان انت يكون عندك حيوان اليف اه دا يدل على كذا حاجة يدل ان انت انسان اه عندك الاموشنز او عندك الاحاسيس عالية شوية اه ان انت شخص حنون ان انت بتحب تحن على مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى ان انت عندك نوع من انواع الرحمة اه يعني يعني قليل جدا ما تلاقي حد بيمتلك حيوان اليف او خصوصا يمتلك كلب او قطة وتلاقيه مثلا ان هو اه شخص قلبه جامد او اه شخص اه شرس او شخص اه يعني غير طيب دايما تلاقي يعني مالك الحيوانات الاليفة اه وخصوصا مالكي الكلاب بتلاقي عندهم الاموشنز والمشاعر يعني بتلاقيها جاياشة شوية او يعني بتبقى بزيادة شوية فااااااااا ولكن يمكن بعض يعني الهواي او المجبلين على شراء حيوان قريب بتواجههم مشكلة المادة الفلوس ان انا عايز اشتري كلب طبعا اسعار الكلاب النهاردة زادت بشكل كبير جدا فمش كل الناس بتبقى يعني مهيئة ماديا انها تقدر انها تنزل تشتري الكلب وتدفع الفلوس اه وان شاط خصوصا ان انت ما بتشتري الكلب انت محتاج تجيب له احتياجات او مستلزمات بتبقى برضو مش رخيصة فبالتالي انت محتاج تكون مجهز ميزانية محترمة عشان تقدر ان انت تقتني كلب فاحنا فكرنا ازاي نقدر نساعد حضراتكم طبعا احنا مبدأ التقسيط اه ده عمتا مبدأ مرفوض في الحيوانات الاليفة يعني ان حد يشتري حيوان اليف بالتقسيط اه دي حاجة مش ظريفة خالص يعني انا ممكن اشتري عربية بالتقسيط اشتري شقة بالتقسيط انما اشتري كلب بالااا بالقصد ده يعني حاجة مش موجودة في العالم كله ولكن احنا حبينا ان احنا يعني نتحيل على الموضوع او نقدم يعني سليوشن او حل لحضراتكم ان احنا دلوقتي اه بقى عندنا خدمة الدفع عن طريق بطاقات الاقتمان تقدر ان انت اما تزورنا في دوكزي ايجيبت ايا كان الخدمة اللي انت محتاجها سواء شراء سواء تدريب سواء اقامة تقدر ان انت او تدفع الخدمة اللي انت اخدتها عن طريق الكريدت كارد او بطاقة الاقتمان فاما بتدفع عن طريق كريدت كارد كل البنوك النهاردة عاملة اوبشن ظريف جدا اللي هو ان انت تدفع الفلوس اللي اتخصمت من الكريد كارد بتاعك على او على اقصاد شهرية بدون فوقت يعني سي النهاردة انا رحت اشتريت كلب والله سعره خمس تلاف جنيه فانا معيش كاش خمس تلاف جنيه ولكن معي الكريدت كارد بس انا خايف اسحب من الكريدت كارد الخمس تلاف جنيه ينزل علي فوائد فكل البنوك النهاردة عندها اوبشن ان انت قبل ما بتقبل على الشراء يعني انت موجود عندنا في دوكزي ايجيبت وعايز تشتري حاجة بخمس تلاف جنيه بتكلم بتاع البنك وبتقول لهم والله انا موجود في وعايز ادفع خمس تلاف جنيه ولكن انا عايز اشغلها او اخصمها على اقصاد لمدة ست شهور او تسعة شهور على حسب الفاسيليتي اللي البنك بيديها لك البنوك بتختلف في بنك بيديك التقسيط على ست شهور بدون فوائد وفي بنوك تانية بتوصل لغاية تسعة شهور بدون فانت اتخصم منك الخمس تلاف جنيه بتتفهم هنفترض مثلا على اه عشر شهور فبتدفعهم خمسمية جنيه شهريا بدون ادنى فوادي بقى انت كده حصلته على الخدمة بتاعتك او اشتريت بتاعك من غير ما اه تحس ان المبلغ اللي انت تفعته لود عليك او او بالك كبير او او مبلغ كبير ما تقدرش تدفعه مرة واحدة فبتقدر ان انت تقصده طيب ايه البنوك المتعقدة اه في الخدمة اللي هي بيسموها قصطلي خدمة قصطلي دي كل البنوك النهاردة متعقدة فيها يعني بنك الكاهرة بنك الاهلي بنك ايا كان البنك اللي انت بتتعامل معاه اه اهم حاجة لازم يكون معاك بطاقة اقتمان كريدت كارد عشان نقدر ان احنا نسحب المبلغ عن طريق اه مكانة الفيزا فبالتالي تقدر ان انت تستفيد بخدمة التقصيد اكد انك قصدت معنا وكمان مش بس كده كل الاحتياجات بتاعت الكل بتقدر برضو تشتريها بنفس الخدمة سواء سواء هتشتري او افص هتشتري عامة فتقدر ان انت برضو تدفع عن طريق خدمة قصطلي فانت كده بالامور بتبقى سهلة عليك بدل ما يبقى انت يعني ماديا ممكن الامور تبقى لود او حمل لا احنا بنسهر لك اه الموضوع ده دلوقتي في شركة دوكز ايجيبت ان انت تتعامل معنا اه نديك الحيوان القليل بتاعك وفي نفس الوقت ما تحسش ان انت سببت على نفسك اه مادي او اه حمل مادي اه نقطة مهمة جدا حابين ان احنا نانونس عليها او نبلغ حضراتكم عليها كتير بيجي لنا كومنتات اه بيسألوا على اسعار للاسف كل مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم اليوتيوب منع منعا باتا الاعلان عن بيع الحيوانات الاليفة او الاعلان عن بيع الكلاب فاحنا بنحترم اا يعني شروط ويساسات اليوتيوب او حتى الفيسبوك وما نقدرش ان احنا نقول اسعار فلو لو سمحتم لو احنا حابين نتواصل ارجو من حضراتكم ان احنا نعمل فولو دلوقتي على الانستجرام بيج هنحط اللينك بتاعها في وصف الفيديو هرجو هتعمل لايك على البيج بتاعت الانستجرام الخاصة بشركة دوجز ايجيبت هتلاقي المسجز مفتوحة الرسائل تقدر ان انت تخطبنا فتبعت لنا الصورة اللي انت بتسأل عليها وتقول لنا والله السعر كام هنرد عليك خلال وقت بسيط جدا لان خدمة الرسائل شغالة فقط على الانستجرام مش شغالة على الفيسبوك وطبعا مفيش خدمة رسائل على اليوتيوب وما بنقدرش للأسف نرد في الكومنتات فيبيجي طبعا متابع عايز اسأل على سعر سلالة معينة لو كتبنا سعر قناة اليوتيوب تاخد سترايك او تاخد انذار ان احنا كده خلفنا او خلفنا قواعد اليوتيوب فطبعا ميرضيش حضراتكم ان احنا نعمل حاجة مش مظبوطة فلو حد محتاج ان هو يتواصل معنا قناة الانستجرام هي الشانل الرئيسية لشركة دوغز ايجيبت هتعمل عليها لايك تعمل فولو للبيج وهتلاقي علامة المسيجز او الرسائل المفتوحة وان احنا هنرد عليك خلال 24 ساعة بحد اقصى شكرا لكم منتظرينكم في دوغز ايجيبت عندنا انواع كتيرة النهاردة ما بيناش جيرمال شيبرد فقط جيرمال شيبرد واسولالات اخرى كتيرة موجودة حاليا في مقر مزارعنا في مدينة نصر تقدر ان انت تشرفنا ويبقى عندك فرايتس اختيارات كتيرة هنديك النصيحة ايه الكلب المناسب للتربية المنزلية او للغرض اللي انت محتاج ان انت تشتري الكلب عشانه وطبعا الكلب بتاعك حيلاقي احسن يعني عناية بيطرية عناية صحية تطعيمات محتاج ان انت تدرب الكلب محتاج ان انت تسيبه بوردينج او اقامة كل ده هتلاقيه في مجهام واحد مش محتاج ان انت تلف كتير هتخش تاخد تعمل يعني شابنج لكل الاكسيسيريز والدراي فود ومضادات الحشرات ومضادات الديدان وكل حاجة انت عايزها هتلاقيها في مكان واحد مش محتاج ان انت تتعب وتلف كتير فمنتظرينكم في دوكز ايجيبت شكرا لكم كان معاكم النهاردة احمد باهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة